موسيقى موسيقى دائماً فيه نشاطات أي ساعة ما كان فيه معنا وقت بيكون فيه نشاط جديد نكون عم نستفيد بالنهار وبالليل بالنهار بتطلع ووتر جيت مع العيال حتى اللي بده يكون لحاله فيه عنا بول للإكبار ممنوع صغار ينزل عليها في عنا بول للولاد اللي من 6 سنين وأقل وفي عنا الـ 6 games اللي كل العالم تحكي فيهم هن طبع الأكوا بارك للولاد والإكبار اللي بحبوا يتسلوا بالألعاب مميزة الـوتر جيت بما أنه حكيت عنا مميزة جداً عن بقية الأكوا بارك أكيد هلأ الألعاب نحن عنا لأن ميزين هن بحضة زيتون والمينتنس اللي نحن نتبعها لأنه أنت بتعرفي هيك قصص بدون يكونوا تنحافظ على السيكوريتي والسيفتي بدون يكونوا مينتيند عطول كل سنة بنعملهم مينتنس وبتضلوا during the season المينتنس موجودة بالإضافة للماء والووتر تريتمنت اللي نحن كتير منعطيها أهمية الماء بتتكرر قبل ما تنزع على البسين والووتر تريتمنت بينعمله بقلب البسين كمان بشكل دين أو في بيرس دايز وسبشل كمان على الووتر جيت بيرس دايز بينعمل بيرس دايز بينحجز من قبل بوقت وبيتحضر الأكل بيكون من عنا والإنترتيمنت الأهل اللي حابين يجبوها بيقدروا ينسقوا مع التيم اللي عنا وبيكون فيه بيرس دايز كتير حلوين لأنه فيه مطاري خاصة للبيرس دايز واترتيمنت كتير مهتمين فيه كتير عاديينه أهمية هنشوف بعض صور يعني ستيشن كاملة للتكرير لتكرير المي عنا نحنا طابق كامل محطة تكرير مي بتتكرر كل المي اللي بدها تستعمل بالأوتيل تتكرر بهذا حتى المي اللي بدها تستعمل بالمطبخ عندها تكرير خاص فيها المي اللي تستعمل بالغرف بالشاورز كمانة تكرير خاص فيها وعطول بينفحص المي نحنا نظلنا متأكدين أنه البستوى والبكتيريا فيه والمعايير أسبر الصحة سليمة وصحية هلأ وادنج سيزن كمان الوادنج سيزن نحنا عنا يا 12 شهر لأنه نحنا بصال عنا قاطب زيت نهار في 3-4 عراس لأنه بحكم الفانيوز اللي عنا يا هون عنا عدد كبير من الفانيوز من 50 شخص ل 500 شخص في عنا اندور واؤدور هيدا صورة او الدور والفانيوز اللي عنا كله دايلايت وحتى اللي جوا يعني ما بتحس حالك بمطرح مسكر وكله مضوي والدكار طبعه كتير حلو وبلاس عن هيك في عنا التيم اللي بيكون ملاحق العروس والعريس عم بيعطيون الاوبشنز والنصايح لحديث نهار العرس اللي بيكون كمان واقف حدون ستاب باي ستاب يعني العروس بتكون حاسة حالة عطول في سابور لألا من هي وعم بتنسي لنهار العرس العروس العروس مش كتير بيكون مش كتير بيكون مهتم عم نشوف لكينا قدي فيه تفاصيل بيكونوا كمان مهتمين فيها بهيدي الأوكيجنز فإذا فيه باكتش كامل للعرس أكيد يعني بيكون فيه باكتش مع منيمة بالأوتال وحتى فيه أعراس كبيرة بتجي من بارات لبنين مش نيك بيكون عندهم نجوف جاي معهم سو بينحجس الغرف بقلب الأوتال والودينج بيكون كمانا بقلب الأوتال والعروس العريس أكيد عطول بيكونوا عندنا بقلب الأوتال بهيدي الليلة ومنعرف قدي الغرف كبار مضويين مريحين أصغر غرفة أنا بحبقول أنه الأوتال أصغر غرفة 45 سكوار ميتر يعني أرد هي كبيرة كل القواد عندهم بالكوني بيطلع على البحر سو فيري نايس فور حتى الواحد إذا جاي شغل ولا فيكيشن القوضة كبيرة وكتير مريحة غير مناسبات ممكن أن تكونوا عم تستضيفوها بل كي كوربرت بل كي مؤتمرات هلأ نحن بيصير عنا كتير مؤتمرات المؤتمرات الطبية مؤتمرات اجتماعية بتسمعوا فيها أكيد من أكبر مؤتمرات بتصير كمان بحكم الأوتال لأنه نحن عنا 12 كونفرنس رونز يعني عنا كونفرنس رونز بتبلش من 10 أشخاص لألف شخص والأوتال قريبا كبير المؤتمرات اللي عندها ناس كمان جايين مبارعة بيكونوا قاعدين بالأوتال والمؤتمر بيصير بقلب الأوتال بالصلاة اللي عندنا وهيدا أكيد بيتميز كمان مش بس بالفانيوز بالأكل بالسورفوس بالباكتجز اللي نحن عاملينه وكتير منضوي كمانا هيدا الشغلة لأنه معروفين فيه فيه مطاعم بقلب الرويال مثل ما كنا عم نشوف وسهرات عمراني بس كمانا خلال النهار كمانا يستديد في الرويال أكيد فيه ترويئة ترويئة أكيد كل يوم عنا من 6 إلى 11 ونص كلها الناس اللي نازلين للأوتال وحتى فيه ناس مبارات للأوتال تجي من بره تجي بتحب تكون عنا عم تتروق أو سباشالي هلأ على البول لأنه هي الترويئة بتكون كمان بالمطعم اللي على البول وفيه الغداء والعشي في العشوات وبالويكند فيه السهرات اللي كنا عم نحكي فيهون كان أوريانت النايت بشهر يار وبالباربيكيو نايت على البول النزاليئ الأوتال بيستفيدوا من الوتر جيت بيطلع لهم سعر خاص للوتر جيت فيه سباشال برايس للجاست أنهوز خلينا نشوف كمانا كيف عم تكون الأجواء بالإبان هيدا البراكفست وهيدا البول التراس اللي على البول هيدا كمان النزاليئ بالأوتل بيقدروا يستفيدوا منه بينزلوا عليه وأكيد عندهم الاندور بول طبع السبا الاندور بول بسبا اللي هي كمانا بانوراميك بتطلع على البحر لأنه الواجهة طبعها كلها أزاز سو اللي نازل بالأوتل كمان بيكون عنده أكسس على الجيم اندورسونيك بول جاكوزي سونا وأكيد فيه مامبرز كمانا بسبا بيقدروا للوكل للعالم اللبناني اللي بتحب تعمل سبور فيه مامبرشيب منثلي ولا ييرلي باكتجز كمانا موجودة بالووترغيت كمان مامبرشيب ولا بيقدر كمان الشخص يستفيد منهار بالووترغيت فيه عندنا كمان دايل منثلي وسيزنل منثلي عملناها هيدا السنة كلمة العالم اللي جاي من بره بدها تصيف مساء شهر بلبنان وما بدها تاخد السيزن كله عملنا اللي فايته دايل فيها تدفع وتفوت دايل عادة وفيها كمانا تكون عم تاخد لوكر ولا كابانا لنهار واحد فإزان كل الأوبشنز موجودة ويكافرد كل الأوبشنز وكل العالم وكل الأعمار شو بقدم كمان فإزان نشوف كمان صور السبا لعنه السبا كتير مهم عنا حكينا عنه بس منشوف صور السبا ومنشوف شو بقدم كمان السبا السبا في غير الجيم اللي بينعمل لعنه ماثلي مامبرشيب ولا يير اللي بتل ما كنا عم نقول في التريتمنت الترابست اللي موجودين عنا كلهم سورتيفايد ترابست وبحب كمان نحكي عن التركيش باث نحنا التركيش باث عنا أورادي في تركيش باث معمول مش أنه بتنعمل التريتمنت بستين دروم أو بمطرح تاني هو في تركيش باث ما بحف إذا فيه صور اللي قالوا هون كتير حلو يعني بتحس الإكسبيريينس مظبوطة طبع التركيش باث مع كل الامبينس طبعه أزاني اللي بنزل بالقطيل فيه واستفيد من كل هوضي ياخد مواعيد على كل هولي الأشياء بلقي كمان من قبل بس كمان اللي برات القتيل بيقدر صارت التريتمنت عنا قد ما صدنا مشهورين فيه صارت الجيفت كارد طبع تستراند بالبلد الجيفت كارد طبع سبا جيفت كارد لأنه اللي عم تعتكى دو حدان عم ينبسط فيه بيجي بيعمل ريلاكسيشن مش بس بالتريتمنت بقض النهار بقض النهار على الاندوربول بيعمل الجيم وإذا حابب يتغدى فيه يتغدى نهار كتير بيكون ريلاكسينج وحلو نرجع شويل للأعراس لازم يكون في حجوزات بعد في مجال للحجوزات ولا خلاص بيكون السيزن نفور بيكون تقريبا في ضغط أكتر من الويد بس انت بتعفل بالصيفية الأعراس عم تكون كل يوم نحن بحكم لأنه عنا كتير صالات كاتيا مشان هيك بيضل يعني إذا مأخوض الصالة بيكون فيه التورنتيف تتخذ صالة تانية مشان هيك بيكون أمرار مثل ما قلنا بيزيت النهار عنا أوقات أربع خمس أعراس بزيت الوقت وما حدا بحس بالتانية لأنه فيهم كل واحد يفوتوا من وكل سالة كتير بعيدة عن التانية تبشي منم نمبر أف غس في الأعراس فيها تكون إذا كانت بي بي فيها تكون خمسين شخص وحتى فيهم ياخدوا كورنر مثلا في أعراس بتكون كبير لورويال بيساعة لكل وكل واحد متل ما هو بيرتاح بيقدر يكون عم ينظم الإيفنت طبعه يعني المطرح تقدر تكون فيك تقدر تكون فيك قبل حدا رايح يرتاح حدا رايح فور بزنس حدا عنده كونفرنس معارض كتير كبيرة بيحكم كمان أرسالات الكبيرة لعنا اللي بينفتحوا عبعدهم معارض كتير كبيرة موجود قدي الأكيب بدو يكون كبير لحتى يقدر يستوعب كل هيدا الأكيب كتير كبير وددكيت صراحة لأنه كل حدا بيشتغل بيشتغل بالدبارتنت اللي هو قد تريند عليه وبيحبه وكلنا بنشتغل كمان بديك في سوركل يعني أنه أتشاف بدو يكون مثل ما كنا عم نقول الأكل نحنا عايزوا سورتيفايد الكيتشين عنا صو كمان الشافية عنا عندن طريقة تشغل كتير دقيقة بتعرف أنت هلأ بحكم الفيروس وكل عالم تكون جاي خيفان وين بدأ تأكل والطاق المشوي بيش بس بس بلبنان نحنا عم نسمع عن الفيروس عالميا من هيدا النحية أنا بدأ أقلهم يطمنوا بالهم لأن الكيتشين آيزوا شاف عنا كتير بينتبه على هالتفاصيل بالشغل سو بيجوا كان في عرس ببايد وجون مع جوفون لكن في مؤتمر كمان بيكون الأكل هيدا الشغلة نحنا منعطى لهم هنه ما يعطى لهم شايلين لهم داليا صغيب أهلا وسهلا فيك مدير التسويق بيلور ويال أوتل إن شاء الله موسم سيح موفق لألكن وللبنان عامة يا رب وقف هلأ نشرا من تابع لايف